اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في المناسبة اكد سموشي خلد بن حمد الخليف على اهمية مذكرة اطار العمل بين الهيئة العامة للرياضة وهيئة التشيع والرأي القانوني بما يسهم في تعزيز القوانين والانظمة والتشيعات القانونية التي تشكل ركزة اساسية في عمل الهيئة العامة للرياضة ولما تمثله القوانين من دور هام في تنظيم العلاقة بين الهيئة ومختلف الاطراف ذات العلاقة في المنظومة الرياضية اشار سموه بان تلك المذكرة تهدف الى تطوير التشيعات والتعريف بالقوانين الرياضية التي يجب ان تتماشى مع الانظمة والقوانين المحلية والدولية لتحقيق الاستدامة وبناء منظومة رياضية تركز على اسس متينة من التشيعات التي تهدف الى الارتقاء بواقع الحركة الرياضية وتعزيز مخرجاتها على كافة الاصعدة والمستويات ومشيدا سموه بالدور الذي تطلع به هيئة التشيع والرأي القانوني في صياغة القوانين بمختلف قطاعات المملكة من بينها القطع الرياضي بما يحقق المصلحة العامة لجميع منتسب هذا القطع ومواصلة مسيرة النجاحات والانجازات ترجمة نانسي قنقر